خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2014 لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة وباستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا وفي تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي أوضح الصندوق أن نمو إجمال الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يزيد عن 2.6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره السابق نموا بنسبة 3.2% كما خفض صندوق توقعاته لعام 2015 إلى 3.8% مقابل 4.5% كانت متوقعة في السابق ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر الاقتصاد العراقي المتدهور بالفعل بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم داعش وانخفضت كثيرا التوقعات للنمو في العراق إلى 2.7% هذا العام بعد الارتفاع الكبير إلى 5.9% عام 2013 أما النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي فسيبقى مرتفعا مع معدل وسطي بـ 4.5% للعامين 2014 و2015 لكن الصندوق حذر من تقلب أسعار النفط إذا حدث دعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبيك ورفع الصندوق توقعاته للنمو في السعودية والإمارات وقطر لكنه خفضها بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكيماشا بنسبة 14% لعام الماضي ترجمة نانسي قنقر